رسومات الأطفال هذه حولت محطات الحافلات في لندن إلى معرض فني مبادرة بدأت بها إحدى المقيمات في بريطانيا أرادت من خلالها أن تلقي الضوء على حياة البريطانيين أثناء الإغلاق بسبب كورونا وسط قلق وعزلة جائحة كورونا خلقت هذه السيدة مركزاً مجتمعياً ملوناً عبر لافتة كتبتها بخط اليد عن حساب على إنستجرام يشجع الكبار والأطفال على إرسال رسوماتهم بغية تزيين جدار إحدى محطات الحافلات في بريطانيا سارا لامار وهي معلمة أرادت أن تطفي البهجة والإيجابية على رمادية المشهد الذي يخيم على هذه المحطة من خلال معرض للرسومات أردت فقط أن أفعل شيئاً لإطفاء البهجة على محطة القطار التي يخيم عليها الحزن بسبب كورونا رسومات يونيكورن وزهور وقوس قزح الذي أصبح يرمز إلى الإيجابية والتضامن مع العاملين الصحيين البريطانيين زينت جدار هذه المحطة محطة لامار للحافلات هي واحدة من عدة زوايا في لندن التي تم تحويلها إلى مساحة للتعبير عن الذات في ظل الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا ففي جزء آخر من العاصمة البريطانية نجد مجموعة من اللافتات مرسومة يدوياً تقدم رسائل شكر إلى خدمة الصحة الوطنية NHS عند مدخل حديقة وفي زاوية أخرى يتم تجهيز عمل فني ضخم لجوريلا مرتدياً كمامة هذه الأعمال الفنية لاقت استحسان السكان وحسنت من مزاجهم فرؤية هذه الرسائل لا تضيف فقط اللون إلى هذه الأماكن بل تعطيها بهجة وحياة افتقدتها بسبب غياب الناس وحركتهم التي توقفت بسبب كورونا ميسون الويهد العربية